السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أيها المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فاستبقوا الخيرات برنامج خيري نبحث فيه عن بعض الحالات الإنسانية الفقيرة أو المريضة التي في حاجة إلى عونكم ومساعدتكم فاستبقوا الخيرات تعودت دائما أن تأتي لحضراتكم بحالات تقشعر لها الأبدان لماذا؟ الهدف من ذلك أن نساعدهم من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم والله عز وجل جعلنا سببا لأن ننقل لحضراتكم بعضا من تلك الحالات لعل الله عز وجل يجعل السعادة على أيديكم أنتم حالة أخي كريم شاب تزوج وأنجب وعاش وشغال وكافي خير وشره زي ما بقوله لكن فجأة أصابه الله عز وجل بالمرض والمرض والموت يعني بدون مقدمات كم من إنسان صحيح فجأة بيعمل تحليل بيعمل إشاعة ده عنده المرض الخبيث ده عنده فشل كلوي ده عنده تليف على الكبد نسأل الله رب العالمين أن يعافينا جميعا وأن يشفينا وأشفي أمراضنا جميعا أبو منا كان شغال ويصرف على أولاده عنده ثلاث بنات وواد وزوجه وقاعد ويعني شغال والحمد لله هو مستور لكن أصيب بفشل كلوي اضطر إلى أن يبيع ما وراءه وما أمامه للعلاج محتاج تقريبا كل أسبوع إبرة الإبرة بكام؟ بمية بمئتين إبرة بألفين جنيه كل أسبوع كل أسبوع إبرة بألفين جنيه طيب حيجيب منين؟ لم يجد إلا أن ترك بيته وذهب عند بيت حماته وبيت حماته حنشوف في التقرير بيت لا يصرح للحياة لكن الناس يعني حمد ربنا سبحانه وتعالى ورضي بقضاء الله عز وجل اتصل بي فاستبقوا الخيرات ذهبت إليه الجمعية بمندوبها سجلوا معه صوروا معه وحنشوف تقرير أبو منا وإنتوا حضراتكم هتحكبوا إيه المطلوب؟ الدين اللي عليه؟ العلاج اللي محتاجه؟ المشروع اللي محتاجه؟ لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الكلمات القليلة فرجا لهمه مع تقرير أبو منا ونعود إليكم بإذن الله رب العالمين لا تقرير منا لقرير أبو منا من أخيره نفسي ببرا بناشه من ست الدنيا للعالم برجع دم وبتبول دم نفسي في دم نفسي العين العين بتنظر الله احنا بنوضو في البيت اهلا ومرحبا بك في النواء كان فاستبكوا الخيرات النهاردة احنا في الحافزة اسكندرية منطقة الولورديان عند ابو منا وأم منا ابو منا كلم الجماعية واستغذ بالجماعية وبحضراتكم تعالوا نشاف ابو منا ايه اللي هو محتاجه من الجماعية ومن حضراتكم حضرتك انا بعاني من مرض ورم عالكبد ومعايا ثلاث بنات ولد وزوجة وماليش اي دخل حضرتك زي ما شاف المكان كده ظروفنا صعبة جدا ولاد الحلال بيعتوفوا علينا بعض الجرام اللي بيدينا عشرة جنيه أكل بيها ولي بيدينا عشرين جنيه وما بقدرتش اشتغل وبسبب الورم ده سيادتك عملت لايه في حالكبد وتتدخم في التحال كل اسبوع بياخد ابرة بألفين جنيه ابرة الفيروس بألفين جنيه طب انت ما حاولتش انت تعمل اللي هو على نفقة الدولة ده حضرتك روحت عملته وانت عارف الجرات الحكومة بتبقى صعبة جدا وما عملتهوش ولاد الحلال برضو بيوفوا معي كل اسبوع بيجوبوا لي الابرة وانا بقى له اسبوعين حضرتك ماخدتش الابرة قد دلوقتي وبسبب اللي ماخدتش الابرة بقى له اسبوعين سيادتك اول انبارح دخلت الحمام بترجيع دمي من مرخيره ومنبقي بطريقة فضيحة ابو منا طب انت عايزين نعرف السياق المشاهدين انت بليش حياتك اليومية ازاي والله يعني بعض الجرام بيساعدوني ومؤمنة حضرتك تمكن تروح بييت مثلا تقسل سجادة حدي سعيدة كده بيكفيجهم على مصاريف العيشة لا طبعا سات لا ما بيكفينيش طبعا تلت بنات ولد صعب يكفيهم ثم راحل تعليم ايه سيادتك مش هادر علمه مش هادر مدارش علمه حضرتك ودهك زي ما انت شاف العيشة غالي او التعليم على غالي وانا نفس اداخل علمه دارس صليف علاجك بتجيبها منين او من بيقدر يساعدك فيها يعني انت عليك اي مصدر داخل او اي مصدر معاش لا حضرتك مليش اي مصدر كلها ابرة غالية ودينت بسببها وقمشير الف جنيه الابرة بتجيبها بكام ابو منت با الفين الفين جنيه انت عليك اربع اتشار الف جنيه خمشار الف جنيه يعني تمن ابر او سبع ابر تقريبا متدين بيوم متدين بيوم متدين بيوم مكاتب عن نفس وصلي امان ابو منتا طب انت ايه اللي انت تطلب من السنة المشانية اللي بيشوفوك دلوقتي حضرتك بطلب يعني من بعد اهل الخير اللي يساعدونه في موضوع الابرة سيادتك نيني بقى له اسبوعين مخدتش الابرة ودخلت الحمام ببرجع دم وبتبول دم بسبب اصل قلة الابرة اللي انا مخدتهاش ابو منتا طب انت عايزين يعرف انت بديش حياتكم اليومية ازاي هنا في مصرف ابو منتا وفي مصرف العلاج والابرة اللي هو بيحتاجها دي كل اسبوع والله زي ما حضرتك ابو منتا قال لحادتك احنا مدانين بخمستاشر الف حق الابر ثمان ابر وبالو ازبوعين ما بيخدش الابرة فبخدش الحمام يتبول دم وبيرجع دم بقوا من منخيره والناس بتطلبنا بفلوسها ومش عارفين نعمل ايه زي ما انت شفت حضرتك كده وشفت العيشة وشفت احنا عايشين ازاي انت بتصرفوا منين يعني او انت بتجيبي مصرف الاجبه مننا منين لأ والله احنا انا بطلع سيق السلم بخسل سجادة بجيب عشرين جيني عشرة جيني خمستاشر جيني والله ما بيكفونا عيش حال سيبي الاولاد دي والطفل السوار وطلعت بره بسيبه واللهي واللهي بسيبه فعلا انت ايه اللي انت تلبهم نشاهدين يا موم pH انتظروا من 여�実 الدن sperm وعيالienen تخش المدارس زي ايه عيال وعايز عايشة ادميه كده نعيش فيها زي ما اتشوفت حضرتك العايزين عايشاء ادميه نعيش فيها زي ما نجيت شفت زي ما كانت فاضي ولا بتجاز ولا السالة ولا تلاق ولا اي حاجه اوديك زي ما اcherدت الارض وديك شفت احنا عايشين ازاي وبطلب من أهل الخير اللي يساعدنا يقف جنبنا ربنا يسترها معاه وربنا ما يرميهم ولا ربنا ما يضرون في أي حاجة نفسك في أيها منك نفسك بابا ربنا يشفروني ست الدين اللي علينا ونخشوا المدرسة زي العيل كلها إن شاء الله تروح المدرسة يا منا وهي ست الدين اللي عليكم ماشا نفسك في حاجة تاني نفسي في دونه نفسي العيد عشان أما إحنا بناء الناس كلها العيل كلها بتنزل الشرع وإحنا لا نفسك في أي عز نفسي نفسي روحي المدرسة واجيبي أيضا من العيد لأنا لما العيل بتنزل اللي احنا بنواته في البيت نفسك في لبسك دي لشان تنزلي بيه مع أصحابك أو وهي تاني وبابا ربنا يشفيه وبابا ربنا يشفيه ويزحن ويزدد الدين اللي علينا والله يعني بقولي السادة المشاهدين اليوم السادة المشاهدين أهل الخير إن هم شوفوا حالك يعني ويساعدوني في الدين حق تمن الإبر والبنات دي نفسها تتعلم زي أي بنات ويساعدوني يعني لأنا أعلمهم وعيشهم عيشة كويسة وحديدك شايفي المكان اللي أنا عايش فيه غير أقدمي وأتمنى أنا أشوف بناتي زي أي بنت في المدارس وحتى ربنا يكرم أهل الخير يا رب اللي هم يساعدوني في علاجي أبو منا زي ما قلنا عنده تلات بنات وات ابتله الله عز وجل بفشل كلوي بيغسل كلا بيحتاج إبر استودين ب 15 ألف جنيه زي ما شوفنا محتاج يسد الدين اللي عليه ومحتاج مشروع يعيش منه أي مشروع نحن دايما نقول المشاريع المتاحة المشاريع المتاحة محل بآلة المشاريع المتاحة محل علف المشاريع المتاحة محل خضار حاجات بسيطة 10-15 ألف جنيه حييعيش منهم حيطلع أكله وشربه وإيجاره منهم لكن نايم مريض مش لاقي فلذلك اتصل وذهبت الكاميرا وسجلوا معاه وشوفنا حاله محتاجك عشان تقفوا جنبه عشان أيتام اللي عنده عشان تسعدوه عشان الله سبحانه وتعالى يفرج عنك إياك أن تظن أن الدنيا مستمرة لا قال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس كم من غني أصبح فقيرا وكم من فقير أصبح غني وكم من صحيح أصبح مريض وهكذا الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك وهو الذي كما قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك ملك الله سبحانه وتعالى مطلق لكن ملكك أنت مقيد والله الذي لا إله غيره ستترك كل ما عندك أو يتركك إما أن تموت وإما أن يحدث كما يحدث لكثير من التجار الذين يكنزون والذين يمنعون ولا يتصدقون فجأة هزة اقتصادية ضربته ضيعت ذهبت بكل أمواله لكنه لو اتق الله عز وجل وأخرج ما كتبه الله عز وجل عليه أخرج زكاة وأخرج صدقات وطهر ماله فالله عز وجل يطهره كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال زبحانه خذ من أموالهم صدقة لماذا يا رب ما الفائدة التي تعود على الصدقة حينما أخرجها على من تعود الفائدة اسمع إلى الآية أيها الأخ الكريم وتأكد أن قول الله عز وجل صدق وحق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهر من؟ العلماء قالوا إن التطهير يعود على المتصدق يعود على المتصدق نعم حينما تخرج زكاة مالك فالله عز وجل يطهر قلبك من الشح ومن البخل ويطهر أموالك يبارك فيها وينميها لأن الزكاة هي النماء هي البركة فالخير يعود عليك أنت برك في مالك وإن كان قليل ما دمت قد أديت حق الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فالخير يعود عليك أنت و أيضاً يعود على المتصدق عليه يعود بماذا؟ بأن يطهر قلبه قلب المتصدق عليه قلب الفقير من إيه؟ ما هو لما كن أنا فقير ومش لاقي آكل وشايفك قدامي رايح جاي عندك فلوس وعندك عربيات وعندك وامطنشني من السائل فيها و أنا مش لاقي آكل و أنا بأكل من الزبالة و أنا مش لاقي حد يعطف علي طيب ما لابد أن أحقد عليك لابد أن عيني في مالك سأحسد مالك لكن حينما تعطي الفقير فالله سبحانه وتعالى يرفع الحسد من قلبي و لذلك أيها الإخوة الكرام إحنا عايزين نساعد أبو منا نسد الدين اللي عليه عليه 15 ألف جنيه عايزين حقنا كل أسبوع بألفين جنيه و عايزين نعمل له مشروع يعيش منه هو وأولاده ده كان تقرير أبو منا إحنا طبعا كما عودناكم و كما قلنا قبل ذلك على هذه الشاشة المبركة فاستبقوا الخيرات بدأت بدري جدا في توزيع شنط لمضان شنط لمضان تعودنا عليها و الناس الفقر تعودوا عليها هي شنطة يعني مش حاجة بالنسبة لك أنت حضرتك لما تعمل صدق شنطة اتنين تلات عشرة في مية في ميتين بالنسبة لك مش حاجة لكن بالنسبة للفقير لما يدخل كده عليه المندوب بشنطة فيها جميع متطلباته لمدة أسبوع حتى على الأقل بيكون سعيد فإحنا بدأنا بفضل الله عز وجل منذ الخميس الماضي و يوميا بإذن الله رب العالمين مستمرين في أن نجيب البلاد والقرى والأماكن الفقيرة لتوزيع شنطة رمضان شنطة رمضان فيها طبعا زي ما قلنا فيها بلاش نعد يعني فيها تقريبا عشرة أصناف من الحاجات اللي أنت محتاجها محتاجها يوميا كلنا محتاجين رز وسكر و شاي و صلصة محتاجين زيت محتاجين ملح محتاجين الشنطة تشمل هذه الأشياء في بداية رمضان إن شاء الله رب العالمين عايزين الشنطة يبقى فيها بروتين فيها دجاجة فرخة أو فيها نصف كيلو لحمة أو كيلو لحم تبع عدد الأسرة فبإذن الله رب العالمين بدأنا منذ الأسبوع أواخر الأسبوع الماضي في توزيع شنطة رمضان و في احتياج إن شاء الله يستمر الأمر في احتياج نوسعه مش عايزين نسيب فائر يعرفنا أو اتصل بينا إلا ما نديله شنطة رمضان تبدأ بإذن من بعد الله سبحانه وتعالى أنت حضرية تتصل تقول إن شاء الله أنا متبرع بمئة شنطة ليه لا ليه لا شوف عندك قد إيه و شوف الله سبحانه وتعالى من عليك بقد إيه شوف أنت كنت حتعمل العمرة السنة دي والعمرة موقوفة تمن العمرة أنت 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 كنت بتطلع بتطلع سبع نجوم أو خمس نجوم بتصرف خمسين ألف و تلاتين ألف في العمرة بش كده طيب لما أقول أنا يا رب بنية العمرة أنا فلوس العمرة بطلعها بفاستبخوا الخيرات عشان يطلعوا شنطة رمضان عشان يجوبوا دجاج عشان يجوبوا روتين عشان يجوبوا لحوم عشان يوزعوا على الفقراء أن يأكلوا والله لك أجر العمرة بإذن الله رب العالمين و لك أجر إطعام الفقير لك أجر التصدق معنا مسجد في أطفيح هنشوفوا و نشوف وصلوا لإيه و محتاجين إيه و نعودوا إلى حضراتكم بإذن الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسوله و صفيه و خليله بعثه ربنا للإيمان مناديا و في مرضاته ساعيا و للمعروف آمرا و عن المنكر ناهيا فبلغ رسالة ربه و نصح لأمره و تحمل ما لم يتحمله بشر سواه قام لله بالصبر حتى بلغه رضاه لما ذكر ربنا تبارك وتعالى فضل إعمال المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الإعمار أيها المسلمون له معنيان معنى حسي و معنى معنوي طب عاوز أتصدق اللهم إني قد تصدقت بعرضي أي حد يتكلم في حقي فأنا إيه أهي صادقة يا راجي طب إحنا دلوقتي ربنا مدينا الجهد والمال فنحن نحتاج إلى أن نتصدق الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعاتهم ظلوم الله في في ظله يوم لا ظل إلا ظه يذكر سد النبي يقول إيه بقى ورجل قلبه معلق بالمساجد إحنا محتاجين يا جماعة دلوقتي اللي إحنا نبني جزاء الله خيرا من تبرع بهذه الأرض أرض ما شاء الله واسعة وشاسعة ما شاء الله لكن تحتاج إلى اللي إحنا بقى نبلط محتاج إلى إقامة وتشهيد هذا المسجد محتاج إلى السقف دورة المية محتاجين اللي إحنا نقيم دورة مياه كل ذلك يكون في ميزان حسنات العبد يوم القيامة وأنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نفس الحديث اللي هو قال فيه اللي هو رجل قلبه معلق بالمساجد قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فقط يا مين ده من شدة الإخلاص الحجة وهي كانت بصليت دائما تدعو والدته لسه عايشة وعنده 81 سنة تقول يا ربي يا أولادي أشوفكم بني المسجد أنا بقول باللغة العمية زي ما هي كيف تقول يا ربي يا أولادي أشوفكم هاي بني المسجد فإحنا والله قبل ما تموت بدأنا كلنا الحمد لله خمس رجالة ومن ثين فبدأنا الحمد لله بناء هذا المسجد بإمكانياتنا أجزاكم الله خيرا يعني المكان حاجة مشرفة دي تقريبا تقريبا مكان الحمد تقريبا موغول خمس حمامات إن شاء الله إن شاء الله حاجة هاشم مستشار الإعلام إن شاء الله يعني بإذن الله نوين تعمله إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على شرفك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا طبعا في المسجد اللي عدت احنا بنأرض المسجد يعني بنقول يا رب عد تبرعات فهذا الخير كثير فإحنا منتظرين تفعلكم معنا اتبرع لولدك اتبرع لولددك اتبرع لأخوك اتبرع بشكل تاسمنت اتبرع بقى الفطوبة ساهم معنا في بناء هذا المسجد خذ صدقة ليك لأخوك لأختك لأمك المهم أن تساعد معنا عشان يعني نكمل المسجد ده زي المسجد اللي قبل منه انت شوفت طبعا لأفعال بتاعت فهي سبق خيارات وشوفت شغل الجمعية عامل ازاي عرف عزوز أمين صندوق مؤسسة من الشر دكتور أبرحمن عزوز رئيس مجلس دولة سابقا أنا أولا أحب وأشكر الشيخ أحمد والحاج هاش لأنهم جايلي من منطقة احنا اعتبر منطقة نائية منطقة أطفيح دي منطقة نائية أباشكر الناس دي النهاجات لحد هنا النهاردة عشان تصور بجد احنا محتاجين تبرعات محتاجين أهل الخير ده بيت ربنا الناس كلها تعبانة هنا واحنا كمؤسسة المؤسسة بتاعتنا شغالة على مركز أطفيح مركز أطفيح ده مركز كبير جدا ورجعنا لحضراتكم بعد ما شوفنا تقرير عن المسجد في قرية في أطفيح وشوفنا إزاي أن أهل الخير تبرعوا به ومحتاجين يكملوه انت لابد من التعاون خير بيوت الله في الأرض هي المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك لو بنيت بيت لله حيبني لك بيت في الجنة طب إحنا بنتعي بأرواحنا ونصوم في الحر إليه بنروح نعمل عمر عشان إيه بنقوم في صلاة الفجر نتوضى ونعمل ونخرج للمساجد عشان إيه عشان الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو شاركت بأي جزء في بناء مسجد لله سبحانه وتعالى بنى الله لك بيتا في الجنة ده تقرير عن المسجد ودي تقريبا تالت حالة أو تالت حلقة نزيع ونعلن على المسجد بتاع الطفيح بس أنا ما عرفش هو الناس فين فين أهل الخير لغاية الوقت محدش اتصل وقال لك أنا متبرع بمثلا بصبت السقف بتاع المسجد محدش قال أنا متبرع بالسراميك أو بالرخام بتاع المسجد محدش قال أنا متبرع بالسباكة الاتصالات بالنسبة للمسجد بصراحة مع دومة ولذلك عمالين نكرر ونعيد عايزين نبنيه يعني تخيل لو رمضان كان فيه صلاة ترويح والنسبة تتعامل حسبها عشان يصلوا في الترويح في رمضان كان موقفنا إيه نحن عايزين تهتم نعم اهتم بالبشر واهتم ببيوت الله عز وجل والله عز وجل والله عز وجل أعطاك ووسع عليك وأبواب الخير كثيرة ووالله لقد أنا كنت في القرية دي ومالخميس اللفات والله قرية ما فيها مسجد غير ده بعد ثلاثة كيلو عشان يصلوا نعم ما فيه صلى الوقتي لكن فجأة إن شاء الله ستعلن الجهات المختصة بإذن الله رب العالمين انتهاء الوباء وانتهاء المكروب الفيروس وحنفتح المساجد حيصليوا فين الناس دي عايزين كنت تتفعلوا معاهم هم طلبوا وشفتوا كلامهم والله سبحانه وتعالى أمرك بالإنفاق في كل طرق الخير أيها الإخوة الكرام لابد أن ننفق ولابد أن نتفاعل الماء الذي قال الله عز وجل لعنت وجعلنا من الماء كل شيء حي المية ما فيش كائن حي وبيئش من غير مية طب أنت لما تروح قرية وتلاقي أن أقرب مكان عشان يجيبوا منه المية 2 كيلو يا إما ياخد تيريسيكل 15 جيني رايح و15 جيني جاي عشان يجيب جيركنين 3 مية طب هو ما عندوش لعنده تمن التيريسيكل ولا عنده تمن المية ولا عنده مية فعشان كده إن شاء الله نشترك كلنا في حنفية بس يكون عندنا خط مية عازين يشربوا عازين يطبقوا عازين يعيشوا زي الناس معايشة حنشوف تقرير عن قرية عرب الطفيح في احتياج إلى قط مية ونرجع لكم إن شاء الله رب العالمين اشتركوا في القناة قرية زي ما انت شايفين تابعة لمركز الطفيح محافظة الجيزة بتعاني من ايه بتعاني زي ما انت شايفين بيوت كل البيوت غير مسقوفة اللي حاطت شوية خشب وشوية صدة ده كده ابو زيوت خاله زي ما قولوا لكن المشكلة الكبيرة مش في البيت ولا في السقف ولا في العرش المشكلة في المية المية عشان يجيب شوية مية يتوضى تخيل وحنا دوقتي بنصلي في البيوت عشان نجيب شوية مية يتوضى لازم يمشي اتنين كيلو عشان يجيب مية عشان يطبخ عشان يشرب عشان حياته اليومية اقل مسافة بينه وبين المية اتنين كيلو بيضطروا يمشيوهم اما على توكتوك اللي معاه بياخد توكتوك اللي معوش بتشيل مراته على بترجعنا للنصول القديمة زي ما حنشوف دلوقتي اخواتنا وبناتنا وهم رايحين يجيبوا للمية من على بعد اتنين كيلو عرب الاش الاشرفية مركز الطفيح محتاجة مساعدة مساعدة مش زي كل المساعدات محتاجين نعمل خط مية من هناك هيكلف اتنين كيلو مسافة اتنين كيلو مية اقرب مسورة عمومية للقرية تقريبا اتنين كيلو طب والناس فقرة بصفة عامة الناس الوقتي يعني الحال واقف لكن عايزين يشربوا عايزين يصلوا عايزين ياكلوا عايزين يشربوا مية عايزين يعيشوا حياتهم هيعملوا ايه لجأوا اليكم انتم يا اهل الخير عارفين ان انت قاعد في نعيم واعد في خير وهم نلجن بهم لكن للأسف مفيش مية فمحتاجين النهاردة ان شاء الله رب العالمين نركب لهم خط مية خط مية وبعدين كل واحد يدخل على حسابه هم قالوا كده قالوا احنا حنساعد بعضنا بس انتوا ساعدونا هاتولنا الخط العمومي اللي بيه نقدر ناخد للبيوت فعشان كده احنا النهاردة اتصلوا بينا ويكلمونا وجدنا اطعنا المسافة دي كلها وجينا زي ما انتم شايفين عشان نصور وننقل طلباتهم معاكم وزي ما قلنا لكم احنا معانا بعض من شباب اهل القرية حيكلمنا عن معاناتهم الكبيرة والشديدة في الحصول على مية زي ما قلنا بيمشي اتنين كيلو تقريبا عشان يجيب مية معنا السلام عليكم السلام ورحمة ورحمة اسم حضرتك عماد عماد انت البلد اسمها ايه مركز اطفية حرب العشرفية مركز اطفية طب انتم اتصلتم بي فاستبخوا الخيرات ودينا جينا لكم والناس كلها شايفاكم الوقت عايز تقولي الى الناس عايز اقول للناس ان احنا هنا بنعاني من المية قادلنا اكتر من فترات جامدة وبنمشي اتنين كيلو وعشان الواحد يغسل ويتوضى ويقضى مصالحه في البيت عايز كل يوم تلاتين جنيه وهنا الحالة تلاتين جنيه بتشتروا مية ولا ايه للتروسيكل هاد المواصلة اللي بنجيب بيها يعني هم عشان يجيبوا مية لازم ياخد تروسيكل ياخد توك توك اللي معاه اللي ما نعوش بقى بشيل على دماغه ويعني ايه طيب يعني انت بحتاج في اليوم تلاتين جنيه عشان تجيب المية عشان المية المية طيب ويتاكل ايه يعلم ربنا بقى من عند الله طيب اهل الخير كده جاي فينا كلهم كده طلبتك ايه طلبتنا ان احنا عاوزين المية تخشين هنا وعندنا ناس تعبانا انا معا حاليتاش اي حال عاوزين نسقف لهم بيوتهم يعني المنطقة دي تعبانة من الاخر خالص يعني في ناس ما معاش تصرف ممكن هنا في ناس بتموت مجوح يعني انا شايف البيوت مفيش بيت عليه سقف كله اللي عليه شوية سدة وشوية خشب شوية بوص يعني دي مشكلة كبيرة ايضا لكن احنا النهاردة اتصلتوا بينا عشان خاطر المية احنا النهاردة جايين عشان نعملهم خط مية لكن برضو البيوت كلها يعني انت اتصل او عايز تيجي معانا هنا نوصلك وشوف الوضع على الطبيعة قادر تشارك في خط المية قادر قادر تأس في بيت تساعد في صبت بيت تساعد في انه الناس دي تنستر من الشمس تنستر من البرد فعشان كده احنا النهاردة جينا لكم في قرية عرب الاشراف الاشرافية طابع الاشرافية تابعة لاطفيح طيب عام الحاج ازاي اه لا الحاج انت عايز تتكلم وتكلمني قلتلك هتتكلم اهو الناس شايفينك احنا هنا بالعالم المية وعشان نجيب مية عازين تل تلاتين جنيه تورفكل يا اما تكتك وانا ما عنديش لا دا ولا دا مراتب يششيل على دماغ وما عنديش حاجة وشاف البيتة وما فيش لاسة ما فيش غرقضة غرقز طب انت بالوقتي بتطلب من الحكومة ولا بتطلب من اهل الخير احنا اهل الوقتي اهل الخير اهل الخير يبقى نطلب بالود كده بالرحمة لما نطلب الحكومة اه بنزعق ونعمل عشان يسمعونا لكن انت بالوقتي بنتكلم نرجعنا لكم بعد ما شفنا مطالب عرب الاشرافية ياطفيح محتاجين خط مية وانا حقتم بس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ان امرأة بغية من بغاية بني اسرائيل مشي لقيت كلب عطشان نزلت خلعت خفها وسائته غفر الله عز وجل لها لانها سقط كلب شف بقى انت لما تسق قرية بحلها الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لك وسوف يدخلك الجنة نسأل الله رب العالمين ان ينفع بما نقول وان يجعلكم من المتصدقين المنفقين فاسبتبخوا الخيرات التلفنات عندك من دوبنا حقيلك الى لقاء في حلقة اخرى سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم عبدالغني سليم